يعني عايزين نعرف منك في اليوم العالمي للدراجات يمكن مصطفى تكلم عن أهمية الدراجات وإحنا عارفين أهميتها الصحية للإنسان قد إيه مهمة للرياضة قد إيه مهمة لصحة القلب لكن وسيلة تنقل يعني هل النهاردة إحنا ممكن نعتمد عليها فعلا؟ وطبعا بشكركم اهتمته باليوم العالمي للدراجة النهاردة يوم تلاتة ستة وفعلا اليوم العالمي للدراجة ويوم مهم جدا على مستوى المجتمع الدولي كله وخاصة لمصر لأنه طبعا ليه فوائد كتيرة جدا طبعا الصحة للفرد نفسه ليه فوائد على الفرد اللي بيمارس ركوب الدراجة سواء رياضة أو بيقدي بيها مشاورة اليومية طبعا بتحسن نشاط الرياضي بتاعه بتحسن صحة القلب بتنمي القوة العضلية بتاعته وده طبعا ليه عامل إيجابي طبعا على الحالة النفسية بتاعت الفرد اللي بيمارس رياضة الدراجات أو ركوب الدراجات بتقلل التوتر عنده باستخدامه النشاط البدني بتحسن مزاجه لأنه بيبقى ماشي مبسوط وبيحق ذاته طبعا رياضة الدراجات مميزة أن أنا بمشي في أماكن متغيرة مش بلعب في صلة أو في مكان مغلق فدايما على طول بمشي في أماكن كتير طبعا دي فايدتها للفرد فايدتها للبيئة طبعا أنا بقلل استخدام الوقود والبنزيم والبترول بقلل الإنبعاسات الحرارية فايدتها للمجتمع أن أنا بعمل ترابط بين المجتمع وبنمشي في مجموعات وبقى فيه لقاءات بين الأفراد والمجتمع كله طبعا يا الدراجة ازدادت شرف لا وليها فوائد اقتصادية على الدولة وعلى الإنسان أيضا لا طبعا فوائد الاقتصادية أنها بتقلل استخدام الوقود وده طبعا بيكلفنا عملة صعبة وبيكلفنا الفرد نفسه والدولة بتقلل طبعا سلامة المرورية أن أنا ما قدرش بقى فيها حوادث كتير بيبقى العملية فيها سهولة أكتر في التحرك زي ما حضاك قلت أنه مش بحتاجة طرق كبيرة عشان أستخدمها وده بنية تحتية بتقلل أنها طريقة اللي بيتعمل للدراجة غير طريقة اللي بيتعمل للسيارة وأماكن الانتظار طبعا ما بحتاجش أماكن كبيرة للانتظار وكلام من ده قطع الغيار طبعا بتاعت السيارة غير العجلة أرخص بكتير طبعا لذلك أهمية الدراجة أكتر زي ما حدتك ذكرت سيادة الرئيس عبفتاح السيسي بأنه أول ما ابتدى تولي الرئاسة كان لنا لقاء معاه بالدراجة وكان دايما بيشجعنا وود أهمية واهتمام أكتر من الشعب المصري باستخدام الدراجة هو حريص كل شوية لما يروح الكلية الحربية أنه يروح فجرا يعني علشان يروح لهم بالدراجة ويعمل تفقد كمان حتى بالدراجة فطبعا ده شكل من الأشكال اللي يمكن ما بنشوفوش في الدواء الكتير